و اكبر حاجة بيدخوا بيها في مكينة صناعة الفتنة انتقالات اللاعبين الزمالك يضم اي حد من الاسماعيلي بيدعم صفوفه ده احتراف الاهل يضم حد الاهل يخطف وبيفرغ وبيضع في قوة الاسماعيلي ده اللي حاصل العجيبة محدش بيتوقف ولا رجع نفسه زق هذا التناقض يعني كابتن متحة شلبي حاول مؤخرا انه هو يلطف الاجواء بين جمهور الزمالك وجمهور الاسماعيلي يشكر على ده جمهور الاسماعيلي الغاضب من الزمالك عشان انتقال محمد عواد اتكلم الكابتن متحة ونشوف يعني على فكرة انا عايز اقول بس كلمتين في المنطقة دي اولا محمد عواد تم شراؤه بمبلغ ستين مليون جنيه مصر دفعت عدا ونقدا للنادي الاسماعيلي انا كان بقى جمهور جمهور الاسماعيلية العظيم دفع فيه رقم عظيم رقم عظيم وكبير ستين مليون جنيه استفاد بيها النادي الاسماعيلي ودخلت خزينة النادي الاسماعيلي هذا امر الامر الاخر انه لابد ان الجمهور تفهم دلوقتي اننا اصبحنا في عصر غير العصر خلاص مسألة الفانيلا والبتاع والحكاية والرواية غير هلا هلا على الفانيلا ده موضوع تاني لكن بتكلم بقى على فانيلا النادي والحكاية والرواية لا نهاردة بقى فيه نوع من انواع الاحترافية ان اندية بتكبر لعبتها وبتبيعها عشان تاخد ميزانية كويس عشان تصرف عليه ممكن جدا ان ناد الاسماعيلي في وقت من الاوقات ما عندوش ميزانية يقدر يصرف بيها ابراهيم بي عثمان على الفرقة بيبيع لاعب او اتنين مميزين وبتكون نتيجة ان هو بيستفيد ارجو من جمهور ناد الاسماعيلي الكبير العريق العظيم ان هو يتفهم هذا الامر وانه لابد ان ادارة ندي بتتصرف وفق رؤيتها الاقتصادية وما فيش حد بياخد لعيب ببلاش في النهاية الفلوس بتتدفع عدا ونقدا والان ديها بتستفيد اتمنى جمهور اسماعيلي عملتنا هذه الفقرة وهذه المداخلة الحقيقة عشان نطيب خاطر جمهور اسماعيلي من جانب ومن جانب اخر نفهم ونوعي ان كرة القدم ما اصبحتش بالنظرات القديمة ولكن كرة القدم النهاردة هي احترافية وهي اقتصاد كوميرشل والاندية بتجيب وبتربي وبتكبر وبتبيع وهكذا عشان الاندية تستفيد وتقدر تصرف على فرقها هذا هو الامر وبعدين منهم 40 مليون جنيه كاش كاش للنادي الاسماعيلي بالاضافة 2 لعيبة كل واحد قيمته 10 مليون جنيه يعني الولد ما راحش ببلاش والنادي الاسماعيل ما اخسرش لاعب ببلاش لا ده دخل خزنته 40 مليون واثنين لعيبة قيمتهم ما يوازي لـ 20 مليون جنيه اذا لا داعي اطلاقا لمثل هذه الامور ونتمنى من جهور الاسماعيلي يتفاهم اللي انا بقوله ودايما ان شاء الله الاسماعيلي ولاد وباعماش اول ولا اخر مرة لعب بيطلع ده انت تلات تربع في رقيتك راح تلنادي الاهلي مسلا مسلا لكن ما رحتش ببلاش برضو وهكذا هو الامر يعني انما الكابتن متهت ما عداش على خير يعني هو بيداف عن علاقة الزمالك والاسماعيلي جميل ويحمد لكن لازم يلاقح كلمتين عن نادي الاهلي تلات تربع في رقيتك راحة النادي الاهلي طب عايزين نشوف عدد اللعيبة لراحة الاهلي وعدد اللعيبة لراحة الزمالك والعكس لو سمحت ان تعمل احصائي بصوا في المنطقة دي اللي انتقلوا من الاهلي الاسماعيلي اكتر من اللجون من الاسماعيلي الاهلي واكتر بكتير من الزمالك الدوم للاسماعيلي كتير يمكن الاسماعيلي اكتر نادي يخد منه لعيبة النادي الاهلي والمفارقة ولعيبة مؤسرة جدا اول حاجة لعيبة مؤسرة كتير منهم دوليين الغالبية بقى من ابناء مدرسة الكرة في الاهلي يعني ما عدوش على الاهل شهرين جابهم من اي نادي تاني وانتقلوا محطة انتقالية لا عدد كبير من اللعيبة المؤثرة اللي راحت للنادي الاسماعيلي من ابناء مدرسة الكرة في الاهل سواء انتقال مباشر من الاهل او انتقال عبر محطات اخرى ودي غالب محطات الانتقال بالنسبة لبين الاهل والاسماعيلي هقول لك على سبيل المثال للحصرة باشموندس الاسماعيلي ضم اصام الحضري حارس الاهل التاريخي جاي من سيونس ويسري بعد واقعها شهيرة جدا كلكم فاكرينها وعارفينها كان في ظل الخلاف ولو الاهل عمل دي كانت سجلت عليه بنت سلبي وكانت كل الاعلام دلوقتي بعاير الاهل ازاي خدت لاعب من نادي اخر بينه وبين مشكلة هرباء موضوع بيتعامل دلوقتي وده اللي بيتقالبي دلوقتي في موضوع كهرام في موضوع كهرام طيب والزمالك والاسماعيلي خدوا الكابتن عصام في ظل المشكلة بتقول اتنين خدتوا عصام الحضري وبينه وبين الاهل المشكلة الكبيرة الاسماعيلي خد من الاهل عبر محطات اخرى ابراهيم سعيد هاني سعيد احمد سامير فرج كلها اسماء دولية ومن ابناء مدرسة الكورة في الاهل خد احمد صديق خد محمد فضل خد احمد سامي قبل كده قسامي عباس شاد محمد كابتن الاهلي احمد رجب سامي امصان مجد طلبة محمد شرف محمد جودة احمد ابو مسلم احمد العش عفروتو كريم بامبو اخرهم اوله تعرف مين اه الكابتن الكبير محمود جابر ورد عمر جابر اه مش ممكن وريعه زمان وريعه اه ده ريعه لما رحلهم خده دوري وافريقي دوري وافريقي اه دوري وافريقي اه اه يعني و ولما خده الدوري وافريقيا وهم بنعب وافريقي خده الكابتن هاني مصطفى لعب معاه صحيح هيتقل لك لا ما احنا ما اخدناش عصام الحضرة من الاهلي وما اخدناش ابراهيم سعيد من الاهلي وما اخدناش محمد جودة ولا ابراهيم ولا هاني سعيد من الاهلي طيب هو ايه الفرق ايه الفرق بان انا احمد سامير فرج يروح سوشول فرنسي والاسماعيل يجيبه لا طب احمد فاتح يروح شيفل ديونيت جودة كان الاهلي باعته اه تركيا وكان فيه بند في عقده لو اه ما كملش او بعد انتهي العقد يرجع من الاهلي هم راح خدوهم التركيا على طول هناك ما عملش مشكلة لنادي الاهلي طيب الاهلي اسماعيل اضم دول عبر مخطات اخرى الاسماعيل باع محمد بركوات الزئباقي باعوا بصفقة كبيرة لأهلي جدة اهلي جدة باعوا للعرب القطري العرب القطري يحب يبيعه النادي الاهلي ده خلت زمالك تردد وما يضيشه ساعتها قالك عشعف عنده غدة درقية وقاله فيه اللي قاله الاهلي اشترى بركات يبقى بياخدوا من الاسماعيلي يعني انتم متخيلين بعد كل ده الاهلي فرغ الاسماعيلي من بركات زي ما الاسماعيلي بيع عمد النحاس للنصر السعودي والنصر السعودي يرغب في بيعه فالاهلي يشتريه يبقى الاهلي هو اللي فرغه فرغ الاسماعيلي الاسماعيلي يبيع سيد معوض اللي نادي تركي الاهلي يروح يضمه يبيع احمد فاتحي الانجليزي الاهلي يروح يجيبه يبقى الاهلي هو اللي خاده من الاسماعيلي كابتن احمد حسن تركيا اسلام الشاطر تركيا بلجيكا اهلي يبقى اخادهم من الاسماعيلي طب احمد حسن قضى فترة احتراف سنين طويلة برا 14 سنة اما يجيبوا الاهلي طب ما هاني سعيد بنفس المنطق ما هاني سعيد هرب من الاهلي وهو في منتخب الشباب او الناشئين في 97 لعب كاس العالم وهرب راح ايطاليا قضى فترة طويلة في باري الايطالي وتنقل في كذا نادي بعد 10 اتناشر سنة اما ييجي وروح الزمالك وروح الاسماعيلي ما هو نفس المنطقة احمد حسن احنا بنتكلم بالمنطقة والموضوعية وهكذا احمد سامير فرج وهكذا محمد فض وهكذا لا لا النموذج الصارخ بقى اللي بيحسبوه باستمرار كابتن اسلام الشاطر اسلام الشاطر الاهلي كان عايزه الزمالك عايزه فالضغط عليه ده عرب الاهلي ده اسلام ساعتها طلب منه وصل لك رسالة لانه انا فاكر القصة بالزبط الايلم قدم عرض اعلى من عرض الاسماعيلي اعلى من عرض الزمالك راحل من دول حسيني امين صندوق الزمالك للاسماعيلية فابراهيم عثمان او المهندس ابراهيم عثمان قال الاسلام اكبر لي بالفرق ده انا بشتري راحت جمهور الاسماعيلي عرض الاهلي اكبر قال لك انا انضح بالفرق ده عشان جمهور الاسماعيلي وانه يروح الزمالك اسلام الشاطر ساعتها قال لي قوله المهندس عادلي اعتقد ابن خالت ولا ابن عمته المحامي اللي كتب العقل السامر رشاد حط بند هم اكلموني وهم راجعين لك لو عايزوا يقدر يفسخ كان مديني معادن يجووا لي انا كان عندي بارد وقعد في البيت وكان مفروض يجو يمضوا الساعة 8 الساعة 9 طلبوني قالوا لي احنا راحل اسماعيل وقلت له من الموضوع يعني باز قالوا لي لا لا واكدوا واحدة بالليل وهم راجعين قالوا لي لو انت عايز اسلام بكرة صبح يبقى عندك احنا حطينا في العقل وقلت له لا بدم خلاص انت اخترته كده يبقى يكمل تجربته طيب اسلام بقى حطي في عقده ايه اه شرط جزائي فوجئ فوجئ انه لما راح الزمالك ان الزمالك مش عايزه وبعته اتحاد جدد اي فريجع دفع الشرط الجزائي ويجع لأهلي طيب ده اللي حصل طب هو الزمالك يعني انتم شفتوا كل الأسماء دي اكتر أسماء راحت للإسماعيلي كانت من الأهلي طب هو الزمالك خاد لعيبة كتير يعني ما وخد رضا سيكا وخد اسلام الشاطر وخد هاني سعيد وخد عصام الحاضر وخد محمد عبد الله وخد احمد سمير فرج نفسه وخد احمد علي وخد صالح موسى وخد عمر جمال وخد بهر المحمدي وثابه وخد إبراهيم حسن كان أبرز اللعيبة في وقته وخد كريم بامبو السنادي وخد شوء السعيد وخد محمد عواد مش كل دول لعيبة الزمالك خادها من إسماعيلي عمر الآهل طلع آهل زمالك بيفرغ الإسماعيلي ولا الآهل يتكى في المنطقة دي خلص ولا تتكلم فيها لكن اللعيبة نفسها عارفة ده وأن نفس المنطقة اللي الكابتن متحة شلبي قاله يعتمد على كل أطراف العلاقة شمعنا الآهل لما بيدمه من الإسماعيلي بيتم تغزية هذا الخلاف وفي ساعات الكابتن متحة شلبي يعني ما جاء الكابتن عصام مشي بالأهلي دافع عن حقه في الاحتراف لما راحل بعدها ماكملش في سيون ورجع من سيون على الإسماعيلي وبعدين حصل مشكلة بينه بالإسماعيلي هاجم الكابتن عصام الحاضري وقال له لا كده بقى ماينفعش وأنا اللي حقافلك التمادي عقده لازم تحترم عقده درجة أن أنا طلعت معاه وقلت له أنا عجبني دفاعك عن سلامة العقود وبتاع بس ده ما كانش موقفة كلها في النادي الآن بالضبط